ضيف جسور لعدد اليوم سيغوص بنا في عالم النوتات والألحان نال منذ طفولته نصيبا من السفر واكتشاف العالم في الثانية عشرة بدأت أنامله الصغيرة تداعب ألة القتار موسيقار إذن هو ملحن وحتى موزع موسيقي لعدة أعمال أجنبية وحتى جزائرية إنه الفنان الجزائري العالمي المقيم حاليا بين فرنسا، إنجلترا والجزائر صافي بوتلا إذن هو موجود هنا معنا حاليا في بلاطو قناة الوطنية ببرنامج جسور مرحبا بك صافي بوتلا أسلاما وساكم شكرا على تلبية الدعوة شكرا لكم العفو إذن بداية صافي بوتلا كيف كانت حياته الفنان بوتلا في الجزائر قبل الانتقال للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية بكلية بيركلي، ببوستون، كلية بيركلي كما نعلم أنها هي كلية موسيقية ليس كذلك؟ إنها صافي بشكل وقت اختبار في المراهر أمريك وحاليا في الجزائر ماذا CubeditJack 62 عوالها 60. ومبالك 63 عوالها هكذا كان عادية 13 عوال سنة. ماذا بدit تعلم في الكonservatoire تعال البيار طبو. وبعد الكonservatoire دالجي داكو. بسحما مابتتش في لكonservatoire هادو. وبعد الكonservatoire تاباريز اوسي مابريتش فيهم بزاف ننبلو. وبعد جاني اللاجاتني الفكره روح الهادل هاد لكول هاده تعبر كله. لأنها هي مدرسة عالمية وليس غير عالمية لكنها هي مدرسة مدرسة ليس غير الكلاسيكية وليس جميع طبوع الموسيقية طبوع الموسيقية مثل الروك والجاز والبوب تتعلم كل شيء وتتعلم فيها بزاف حواج التوزيع والتلحين والموسيقى للفلام مثلا ايضا انت صافي تعتبر يعني الفنان العربي الوحيد لدرس في هذه المدرسة العالمية هل نرى ان هذا مفتح لك افاق جديدة هناك في المهجر صافي ما نش عارف يعني تتفصن واحد لي روح واحد لي روح بالبلاد يخرج يعني يسافر وكل شيء تعلم حاجة لازم كما يقول لك لي وياج فورملا جونيس ويجب انتصب روحوا في المهجر ويجب انتصبوا معي من الموسيقين الآن ، من المؤثر بالمناسبات، هي حول التجارة التي تتعلم. يجب أن تتعلم عليها وسأكثر أجدًا. كيف تتم من قبل هذا المكالم؟ على چهارة المستقبلة وسألت العملاء بالمقابل والأسرابة التي يستجد. كان إذا كانت تتعلم حول التجارة وعندو الحق يقول لله من قلتش نروح لبلادي بسك اللي حويزي تعلمتهم لازم نطبقهم في البلاد في البلاد ايه بيانسور انا قاعد انا عيشتي يعني عيشتي الجزائر ماشي فانتي مامي لاخرشت بزاف ولا سافرت بزاف اما عمري هي الجزائر دائما للجزائر الوطن الام رسميا نعم لو نذهب قليلا الى نشأتك بالجزائر تحديدا في كنف عائلة تهتم بالموسيقى الكلاسيكية وكما صرحت من قبل انه يعني منذ سن الثاني عشر بدأت بالعزف على الات الجيتار ما هي الالات الموسيقية الاخرى التي يعني تتقن العزف عليها انا بنسبة لي اماشي ما سالة تعال عزفو لا هدك انا كيفاشي قولو نقايد اللي عزفو علم موسيقى مع اللي عزفو لا ، نعم موسيقى الكلاسيكة الكلاسيك الموسيقى وانتقوم بمشاكل ومعنى موسيقى وانتقوم بأكثر موسيقى وانتقوم بعمل مع موسيقى كما التوارك كما الراي كما شعبي اعمل مع بعض موسيقى موسيقى مع شعبات الموسيقى الالجريهان وانترانجر طيب لو نتحدث عن مشوارك الفني أكثر يعني وعن تعاون لجماعك مع الكينغ خالد ألبوم مجنون كان من نوع الجاز ليس كذلك حدثنا أكثر عن الألبومين وعن اختلاف الطبوع الموسيقية في الألبومين مع شاب خالد شوفي هذي فكرة جات من زمين الله يرحمه الكولونيل سنوسي كان يشد رياض الفتح لو فيس رياض الفتح وجاتوا فكرة هذي قال لي وعليش ما ترحش تشوف الحفلة تعالراي في عنابة رحت شفت عجبني الحال وقلت لازم نديروا حاجة فيها دقدر نطورها نجيب لها ديزارانجمانج ضد تستيرا تستيرا دونك خدمت في الستيل هذك ومن بعد من بعد درت الموسيقى التاعي لي هي ماشي جاز جاز أما جاز فوزيون جاز مخلط ندخل فيها لطبوع تعوانا لستيل موسيكو تعوانا لبالشوز بسك كل بلاد عندها صحيح كل بلاد عندها حاجة عندها لصن تاحا عندها لستيل تاحا وحنا عنا بزاف لستيل في الجزائر صحيح خدمت مع التوارق خدمت معها بزاف حواج دي جدود والآلات سورتو الآلات كيما الفيولون الماكا منشا كيما القصبة كيما الماندول ماندول شكونا اخر قمبري ندخل الماكدك وراء نعم صافي في ألحانك وحتى في توزيعك للعديد من الأغاني نلاحظ كيما قلت الآن تنوع الموسيقي الموجود الذي يربط يعني بين أصالة الجزائر وسحر الغرب ما هو السر في ذلك صافي نقدر نقول لك بلا يعني سان بريتنسيون مثال دوق سنستوع دوقو تقدر باركزامل يجيك الإلهام من من الباتخيموان التعنا يعني داكو من التوراث من التوراث بتاع الجزائر باركزامل ودخل فيها انتا حواج اخرين تخلط يعني لمسة عصرية ايوه عصرية ايوه هي اللي يعني أنا أنا مقصود تاعي سكل الناس كيفاش نقولها الناس تاع الخارج تعرف تفهم و تقدر تسمع الموسيقى تاع الجزائر مثلا داكو باش تفهمها ما تقدرش بارلا بواعد غا فرنسي باركزامل الإيطاليا الإيطالياني ولا أمريكا ولا هكذا سمع له الشعبي پير هكذاك حر الموسيقى تقولها لا انتظار موسيقى يعني نشتريه الموسيقى يلتعرف موسيقيا موسيقى يلتعرف الليحاء الموسيقى يبدؤون أن يمكنك الحرية هو بالكسر، وي، سي نفاون دل فره، باش، الموسيقى اللي تهديها للناس تكون حرة، حرة، ايه، pure، دكو، صافية، تكون بيه، وهكدا كيفهم لأخر، بسك تاعت كيش غل تتخلط ليلانج، دكو، هو يفهمني، وانا كي، بسك فهمتو، انا فهم طورات تاوعنا، وفهم طورات تاوعهم، لك عدد الله، نخدر، يقال أيضا أن الموسيقى هي لغة الشعوب، وانت لك باع طويل يعني في هذا المجال، صافي هل بإمكاننا اليوم أن نقول أن صافي بوتيلة يعتبر سفير للثقافة، وللموسيقى الجزائرية عبر العالم؟ بيانسور، بيانسور، سورتو كهنا ماشي جاي مع في بلادي، أنا دائمين هنا، كل شهرين واللال أنا هنا، دونك أنا شهر هنا، شهرين في الخارج، شهرين هنا، أربعة شهر في الخارج، بالميز هكذا، أبا بقى، دونك ما تقول سفير، أنتوا بقولوها أنا، ما نقولش، أنا 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 ندير، نلحن، وش نحب بلادي، نحب ولاد بلادي يسمعوا، كي ننتج في الخارج، نواش ندير، وكل دولتو جزائر، بلهم هي المفتخرين، بلهم أنهم يخذوا أن يجبقي، يكونوا يخذين معكم، فارة اني سنفير، نائ cafe، cosa، ج紅،؟؟؟؟؟ógني، نعطينا من قبل، من المكان يخذ البولاء، انجم سوا البليد أو بالإعادة ، نسهم، الكثير جزائر، اني من فيش نكارك، وہ سآم معähltesis، اننا واحد تتصلق لنا، العمن، وعcre الأشرة داراطنا وعض الش Stewواء، الجزائريه ايضا من الجيل الثاني. نعم بيانسور. هم ايضا يفتخروا يشوفوا ورا. هذا هي المهنة. نعم. نعم. اذا موسيقار بحجم صافي بوتلا تعامل مع عديد الفنانين العالميين. هذا لم يمنعك ايضا من الاحتكاك مع فنانين شباب ومواهب شبه كبرنامج كوكستوديو صافي. كوكستوديو برنامج شباب وثكي ايضا من المشروع لأن المقصود المشروع هذا كانت برنامج شباب وثكي. ويغنيوهم شباب. لا. يغنيوهم يعني من الجيلين. ويغنيوهم ايضا من الجيلين ويغنيوهم ايضا من الجيلين نعم ايضا من الجيلين ويغنيوهم كيشخل باش اليوم، بسكه ست منه مديرن، أو عصري، أو تا اليوم، لجن تا اليوم اللي تفرجوها، يدكوفر، كيف ستقول يدكوفر؟ يكتشفو، 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 الفن تازمانو، ليشانسون اللي، كيما أنا، بارعزم، 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 وزعت، بارعزم، سبحان الله يلطيف، دكو، او لليوم الجبعة، نفرجو الريان، بديشانسون كيما هك، او للا تعلق لست، درتمع راي، درتمع، كيما هي، كيما، كيف ست فعله؟ في ستيل بزاف، صبراج صارج، بارعزم، يعني أغاني من التوراة الجزائري، البده، ستتصله للا، نجحة، 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 من المصر، قنا راحين ديرو واحد غرا، إذا كنت أعطينا تفاصيل عن إعدادك لتلك الموسيقى. تفضل؟ أنا دجا المسلسل هذا حبيته بزاف. على حطرية حضر على على الفنومان يعني اللي عنا عالمي. مش بركة جزائري ولا عالمي للناس اللي حب تروح وتحرك. تحرك الهجرة سرية نعم. نقدرون نهضر عليها هيك. نعم أكيد. 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 صافي بوتلة ابقى معنا. انتهنا من يعني تسجيل الجزء الأول من حوار الشيق معه. إذن تتابعون الجزء الثاني في برنامج جسور. العدد المقبل الذي سيبث عليكم الأسبوع المقبل بحول الله. نعم أكيد.